امير عبدالله الفصل براح السابق ونجحنا نحن نفوز 5-33-25 نادي الطيران فرقة محترمة جدا نادي الطيران عامل فرقة من صغار السن كنا نفوز عليهم 5-33-25 ده لا يقل أبدا من فرقة الطيران بل يدل على قوة فرقتنا فرقتنا طبعا زي ما يعني قلنا تكرارا فازت كل بطولاتها السنة اللي فاتت والسنة دي فازت بكل مطشطها فازت في الدوري انت عارفين الدوري عبارة مجموعتين فزنا على كل مطشطنا في المجموعة مركز شباب ششة الأناعام ترسان اتحاد الشرطة منوف الرياضي الوليد وستة أكتبر سموحة وامبارح نادي الطيران والمطش اللي جاي عندنا مع نادي الشمس مطش مهم جدا على قمة المجموعة وزا ما قلت لحضراتكم ان البطولة بتتعامل بمجموعتين هيتقاهل 3 من المجموعة دي و3 من المجموعة دي الاهي طبعا ان شاء الله متقاهل مش دي القضية ولكن قضية ان انت تقاهل أول عشان جدولك بعد كده في المطشط يبقى جدول مريح كابتن يحي يوسف المدير الفني عامل شغل كويس يعني محافظة على الفرق عندنا إصابات عندنا إصابات ولكن الجهاز الفني والطب يشغل على الإصابات دي عشان نوصل في الجد الفرقة كلها موجودة هنروح لكرة السلة رجال كرة السلة رجال خلاص احنا بنلعب دور الثمانية بنلعب مع المصير للتصالات كان عندنا المبارايتين الأوليين المرتبطوا الكبار كده يوم الجمعة ساعة مباراة مطش الأهلي وزمال الكرة القدر فوزنا كبار وصغيرين فوزنا فريق أول ومرتبط كده المباراة بتاعت بكرة المباراة التانية أو العودة بكرة على صالة الأمير عبدالله الفيصل هنلاعب الزغيرين الأول الساعة أربعة والتمنتاشر سنة الساعة أربعة والفريق الكبير الساعة ستة يكفينا الفوز في المباراة واحدة للتأهل لدور قبل النهاء ان شاء الله نفوز في المبارايتين طيب حاجة تانية المصير الاتصالات يعني احنا طبعا كان عندنا مجموعة من الغيابات فيه لعبة راجعة من الغيابات في الشوت الأول والتاني والتالت في المباراة اللي فاتت لعبة على المركز أولومبي كان فيه عندنا تفوق شوية في الفترة الأولى والتانية والتالتة من الاتصالات طبعا مستر أجوستي بوش واللعبين نجحوا يحولوا التأخر ده التقدم وانتهت المباراة بفوز أربعة وسبعين خمسة وستين يعني تسعة بونت وده كان المتعودين على الفريق الميزة في الفريق أو خلينا أتكلم معاكم بأمانة كان أزمتنا في كورة السلة كانت بتبقى دايما في السواني والشوت الأخير دايما بيكون عندنا أزمة يعني احنا سنفات خسرنا مبارايتين البطولتين مش مبارايتين منهم السوبر منهم ماتش الاتحاد السكنداري اللي كان الماتش المباراة التالتة اللي كانت فيه لدورة السوبر عندنا مبارايات كتيرة وقابليها كمان المباراة كتيرة ما كناش بنرغب نحسمها في الكورتر الرابع يعني من ضمن التغير اللي حصل منذ قدوم مستر أجوستي بوش إن استطاع أنه هو يوصل بالفرقة للشوت الرابع والأوقات الحرجة والفرقة وقف على رجليها مفيش حد مجهد مفيش حد برا المباراة مفيش حد مصاب أو يعني حاسس بإجهاد جوه المباراة بيوصل المباراة في الشوت الرابع بالفول بار بتاعه وبيبقى النتيجة اللي حضراتكم شايفينها دي نيجي في الشوت الرابع الفرقة بتنزل وإحنا بنطلع ودي أحد الاختلافات المهمة اللي ظهرت على الفرقة السنة دي وبالإضافة طبعا عشان بس من إيه يعني ما يبقاش الموضوع يعني مقتصر على جهاز فاني ولكن كمان اللعيبة اكتسبت خبرات اللعيبة اكتسبت خبرات من السنة اللي فاتت إزاي تقدر تفنش المباراة وده ظهر جاليا في كذا مباراة مباراة المصير التصالات قابليها القناة مباراة بطولة عربية كنا بنلاقي تفوق في بعض الأحيان وبعد كده بنخش في المباراة في الشوت الرابع نخلص طبعا احنا تأهلنا إزاي لدور التمانية أفكركم كان عندنا مجموعة نلعب فيها التصفيات طانتا سبورتينج رايح جاي تيران طانتا سبورتينج فزنا رايح جاي كبار وصغيرين اتأهلنا بعد كده عشان نقابل القناة في دور الستاشر فزنا رايح جاي كبار وصغيرين اتأهلنا بعد كده حتى يستمتع ويرائب الفرقة عن قرب ده خبر برضو حبيت أقوله لحضراتكم نحن من شاء الله بكرة هنزيع المباراة على الهواء مباشرة بإذن الله والسيديو التحليل هينطلق الساعة خمسة والمباراة يكون الساعة ستة من صلاة الأمير عبدالله الفئصر طيب هنروح لكرة السلة سيدات كابتالعلي هاشم واللعبات أنا حضرت المباراة جزء منها اللي فاتت أفعلوا صفحة السوبر كان عندهم مباراة في دورة ستاشر في دورة السوبر مع جزيلة الورد جزيلة الورد على الفكرة فرقة محترمة مع محترفة أمريكية جيدة جدا المباراة كانت بتلاعب مباراة على صالة الشهداء في النادي الأهلي فوزنا بالنتيجة 102-59 فوزنا برضو كبار وصغيرين ودي خطوة للأمام المباراة العودة هتبقى هناك إن شاء الله فين في المنصورة خلينا أقول لكم برضو أن الفرقة الحقيقة كانت محتاجة مكسب زي ده كانت محتاجة مكسب يفوق يخرجها من الخسارة والحيانة شفت المباراة البنات بيتكلموا مع المدير الفني مع الجهاز إن هم تعهدوا طبعا على إصلاح الأخطاء اللي فاتت وكابتن علي هاشم مدرب كفء وقدير ويقدر يعالج الأخطاء اللي حصلت في ماتش سبورتينج وهي دي الرياضة يعني أنت بساعات بيبقى محتاج مباراة يبان فيها سلبياتك عشان تقدر بعد كده تنطلق في حصد البطولات أنا أتصور إن شاء الله كابتن علي هاشم قادر إن هو يعالج الأخطاء والأخطاء كتوضح للكل وأكيد كابتن علي هاشم لمسها وأكيد هيشتغل عليه الفترة اللي جاية عندنا دور المرتبط خلاص نقفل الصف حننكز معهم كل الدعم للفريق عندنا خطوة اللي جاية إن شاء الله دور التمانية وبعد كده دور الأربعة وبعد كده إن شاء الله أو دور قبل النهاية وبعد كده النهاية طيب هنروح للكرة طائرة رجال كرة طائرة رجال أنت زي ما حضراتكم عارفين إن الأسبوع اللي قبل اللي فات نضم لنا المحترف مواجة توتيا مواجة توتيا المحترف الأمريكي اللي نضم للصفوف النادي الأهلي وموضى العقود وكل الكلام فكابتن محمد بصالحي عايز يعمل عدد مطشات كتير عشان اللاعب يدخل مع الفرقة اللاعب بيلع في مركز أربعة زي ما حضراتكم عارفين هو لعب من الترازي الأول لعب منتخب أمريكا حاصل على برونزي الكأس العالم 2019 يعني لاعب مهم جدا كابتن محمد بصالحي ميدو عمل الأسبوع اللي فات مع أسكر في سكندريا ولقى بمطشات مع التحاد سكندريا ويسموحها وكسبنا 3-0 عمل مباراة مع الشرق الدخان من يومين وفي صالة الأمير عبدالله الفصل وبرضو كسبنا الحمد لله 3-0 طب المباراة دي هدفة ايه ماهو الدور يتأخر زي ماهو الدور يتأخر زي ماهو حدقكم في الانتر مفيش جدول فلازم يعمل مطشات منتهى الزهق اللي ممكن يقابل في اللعيب انه طول تفتت الاعداد اللي هي الأوف سيزون تطول احنا بنتكلم دوقتي في 5 شهور أوف سيزون التقريبا السيزون اللي فات صح حولي يا جماعة لو انا بتكلم غلط السيزون خلف شهر 6 6 احنا بنتكلم في 5 شهور أوف سيزون ده محطم يعني كتير قوي اه وبعد كده هيدغطوا في المطشات وبعد كده يحصل توقفات وبعد كده بطولة عربية هكذا الأفريقية بعد كده منتخب يا جماعة صعب لازم الدور يبتدي احنا متأخرين قوي متأخرين على الأقل شهرين فطبعا كابتل محمد مسال حميدو مش هده وقت فبدأت الفرق كلها تعمل مطشات موازية الشياد دخانة لعب الاهلي الاهلي لعب تحت اسكندري وسموحة سموحة لعب تحت اسكندري بقيت الفرق عاملة دوري موازي ما هي جماعة صعب صعب الله يكون فوقاني اللعيبة وربا ضرت النفاع يعني ده فدنا فدنا انه المحترف لحقنا بس برضو حتى لو المحترف ما كانش لحقنا كنا هنلعب مباراة واتنين واتنين واتن من غيره عادي يعني دي الاسكوادي يتحمل يعني مش دي يعني فاديتنا قوي بالعكس انا شايف ان المباراة كانت محتاجة تشتغل ولازم ما فيش وقت حتى لو الانتخابات تسعة عتش حداشر اتمنى يتم القص الدوري ما فيوش كيميا في كرة الطائرة الموضوع مش كيميا خلص مزاي السلة مثلا فيه فرق كتير بتنافس مزاي اليد عندك برضو 4-5 فرق جمدين الطائرة انتو عارفين هم قطبين وبيخش فرقتين كل سنة من بعدي نفسهم وبرضو نادي طلاق الجيش نادي محترم وعمل فرق كويسة يعني كل سنة بتلاقي فرق او اتنين بيطلعوا في كرة الطائرة انما هي مش كيميا تلاقي فرق على راس مجموعة فرق على راس مجموعة والامور بتمشي طيب ده بالنسبة للكرة الطائرة نتمنى ويعني ان شاء الله انه يتم الاعلان على طولة الدوري والجدول بسرعة عشان نخش على المباريات ويبقى في انتظام وده يعود بالنفع على اللعيبة وعلى المنتخة طب احنا خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل اخبارنا ولكن بعد الفاصل